وأكيد مشاهدين إحنا رح نرجع للبارزان وننقل لكم صور مباشرة منك ويعني مثل ما قلنا أنه اليوم هو ذكرى ميلاد القائد الكردي التاريخي وأيضا الصرخة المدوية في وجه الظلم والطغيان وغير هذا يعني يميز شخصية البارزان الخالد عن باقي الرموز التحررية بالعالم إذا كانوا من المناظلين وإذا كانوا من القادة التاريخيين المعروفين يعني نقدر نقول أنه البارزان الخالد كان عنده نزعة قومية عالية بزمن كانت كردستان مقسمة بفعل المؤامرات الدولية إلى أربعة أقسام ولازال طبعا هذا الشغل موجودة يعني تشوفون الحشد هناك الناس ملتمين من كثر حبهم للبارزان الخالد إذا احنا شوي نتكلم على البارزاني الخالد يعني خلينا نتكلم شوي على مراحل العمرية هو كان بعمر ثلاث سنوات تعرض البارزاني للسجن وهي والدته بسجن الموصل وبعمر 18 سنة إذا نحتي عنه خاط قوة مؤلفة من 300 مسلح حتى يشارك بثورة الشيخ محمود الحفيد بالسليمانية عام 1919 ماذا محتينا على سليمانية؟ همينا مشاهدين الكرام خلونا ننتقل للسليمانية رح يكونوا إيانا مراسلنا شيار محمد حتى هو همنا يشاركنا بهذه المناسبة الحلوة شيار صباح الخير تفضل نعم صباح الأنوار صباح آذاري ربيعي بامتياز يعني هو شهر آذار وشهر كردي بامتياز بالنسبة لكل المناسبات الأفراح والأطراح الأحزان كلها في هذه المناسبة كما شاهدنا في الواحد من آذار وفاة الزعيم الكردي ذكرى وفاة الزعيم الكردي الكبير والأبر روحي الجنرال مصطفى مالا بارزاني اليوم أيضا تزامن مع ولادة هذا الزعيم وولادة هذا الأبر روحي الذي لا يذكر الكرد في العالم إلا ويذكر اسمه اسم الخالد مالا مصطفى البرزاني مع الكرد لدي أنا أصدقاء في الخارج عندما أتواصل معهم وأقول لهم أنني كردي رأسا يعني يقولون لي أنك من أتباع أو من مالا مصطفى البرزاني يتم ذكره مباشرة لذلك هذا الأبر روحي الذي يعني غرز حب الوطن وغرز حب القومية داخلنا وكان أول قائد يعني يقوم بثورات عدة من أجل تحرير شعبه من الظلم الدكتاتورية وأيضا من يعني وضع خطوط للنضال والكفاح كان مسلح وأيضا الكفاح المدني الذي ما زال مستمرا حتى الآن بقيادة الحزب الديمقراطي الكردساني وبقيادة أيضا يعني الرئيس مسعود برزاني نتحدث أكثر عن هذا اليوم يعني يوم ولادة الأبر روحي تنضم إليه المحامية والقانونية جيان جلال مرحبا بكي معنا في هذه الانضمامة يعني الزعيم والأبر روحي مصطفى ملا مصطفى البرزاني لا يذكر الكرد إلا يذكر اسمه معهم إلى أي مدى هو شخصية تاريخية مهمة ومن المهم جدا أن نذكر الأجيال الجديدة بأهمية هذه الشخصية في تاريخنا الكردستاني شكرا طبعا بعد مرور أكثر من سنين بعد رحيلي أكثر من قرر من رحيليه وأكثر من أربعين سنة من أكثر من سنة على وفاتي أفو ولا يزال ذكرها خالدة بيننا ولا يزال نهجها ومسيرتها حية خالدة ونمارسها وكانت القائد الرئيس بارزاني مصطفى بارزاني كقائد حركة تحرورية كردية شخصية كارزمية اللي يعني يؤثر على من عرفها ويؤثر ملاء من بين زملائه ومن بين عدائه كانت شخصية كارزمية ومدى مرور السنة لأن هذا القائد كرس كل سنين حياته من أجل الشعبي والدفاع عن حقوقه المشروعة ولا يزال ذكرها حية ويظل شامخا كالجبل ونحن نفتخر بأن في قدرنا هذا الزعيم وهذا القائد اللي نعرف بها من عالم ويبقى رمزا للكرد وحركة تحرورية الكردية ويبقى ذكرها خالدا في نهجنا وفي حياتنا الشخصية يوميا ونتمنى أن يستمر هذا النهج من بيننا ويبقى روحها خالدة طبعا هو أكثر من قرن على ولادته وتقريبا طبعا شكرا لهذا الانضمام رغم حاولت جاهدة باللغة العربية أنت تنقل الصورة إلينا شكرا لهذا الانضمام السجيان المحامية والقانونية طبعا هذا هو الأب والزعيم الروحي نتحدث كثيرا وكثيرا نتحدثنا حتى غدا مثل هذا الوقت لن نستطيع أن نعبر أو نحصي كل الأشياء الجميلة والأشياء التاريخية التي قام بها هذا الأب الروحي للكردستانيين وأيضا زعيم الخالد في ذاكيرتنا في ذاكيرت كل الكردستانيين أيضا لنا الفخر كل الكردستانيين لهم الفخر أن يكون مصطفى برزاني قائد تاريخي ومر في حياته تاريخ الشعب الكردستاني كأحد الزعماء حتى عندما قاد 500 بيشمركا مشيا على الأقدام إلى اتحاد السوفيتي أثبت وبجدارة أنه قائد عسكري ليس فقط هو قائد على المستوى السياسي وأيضا على المستوى المدني أيضا على المستوى العسكري كان قائدا بجدارة وتوصلنا إلى استطاع إيصالهم إلى الاتحاد السوفيتي مشيا على الأقدام وهذا لم يستطيع أي زعيم في العالم القيام بمثل هذه العملية لذلك نتحدث كثيرا ويبقى الذكرى ذكرها وخالدة في قلوبنا نعم شعر محمد من السليمانية شكرا جزيلا